السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال فيديو اليوم مخصص لتلاميذ المستوى السادس ابتدائي الفرد الأول للدورة الأولى فيه سوف نتطرق لمجموعة من المفاهيم التي تعرف عليها تلاميذ هذه السنة في هذه المرحلة من الدورة الأولى الفيديو الأول مخصص للأنشطة العددية سوف نجزو هذه التمارين والفيديو القادم إن شاء الله سوف يكون مخصصا لأنشطة هندسية وأنشطة القياس اللي نبدأ على بركة الله كلاس لنبغو سويفون أودر كواسان الأودر كواسان سي كلاسي دي بلي بتي أو بلي جان وما نسميه بالعربية الترتيب التزايدي أو التصعودي في البداية سوف احسبوا عدد أرقامي كل عدد لدينا في كل عدد ثمانية أرقام إذن أعد بهذه الطريقة ثلاثة ثلاثة اثنان في جميع هذه الأعداد لدينا ثمانية أرقام إذن سأقارن بدءا من اليسار لدينا أربعة خمسة أربعة خمسة خمسة أربعة أعداد الصغيرة هي التي تبدأ بأربعة إذن هنا لدينا خمسة وأربعون مليون خمسة وأربعون مليون خمسة وأربعون مليون هذه الأعداد الثلاثة كلها لها في فصل الملايين خمسة وأربعون سأمر لي مئات الآلاف ستة سبعة تسعة إذن ستة هو الأصغر إذن هذا هو الأول الثاني والثالث سوف أكتب هذه الأعداد مرتبتا بعد ذلك سأمر للأعداد التي لها في الملايين أربعة وخمسون إذن أربعة وخمسون أربعة وخمسون مليون أربعة وخمسون مليون إذن الرقم الموالي ستة في مئات الآلاف سبعة في مئات الآلاف وصفر في مئات الآلاف إذن هذا هو الأصغر الرتبة الرابعة هذا هو الرابع ثم ستة الخامس ثم العدد السادس وأخيرا العدد أربعة وخمسون مليون وسبعمائة وتمانية وستون ألفا وخمسمائة وستة وستون هذا هو العدد الأخير يعني العدد الأكبر بوز إيفكتو سيز أربعة جي إني أدسيون إني سوستخاكسيون إني موتيبليكاسيون عمليات جمعين عمليات طلح وعمليات ضرب ننجز عمليات الجمع الحد الأول عدد صحيح والحد الثاني عدد عشاري سوف أضع الجزء الصحيح تحت العدد الصحيح إن خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون أضع تحتها سبعمائة واثنان لأنه جزء صحيح فاصلة خمسة وسبعون هنا سأضع الفاصلة وأضع صفرين سوف أجمع صفر زائد خمسة خمسة صفر زائد سبعة سبعة لأنسى وضع الفاصلة خمسة زائد اثناني سبعة أربعة زائد سفر أربعة ثلاثة وسبعة عشرة نحتفظ ستة إذن هذا هو المجموع تلصم ستة آلاف وسبعة واربعون فاصلة خمسة وسبعون طح عددين عشاريين سوف أضبط وضع الفاصلة في الحدين ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون فاصلة ستة في الحد الثاني سوف أضع ثلاثة تحت سبعة رقم الوحدات أربعة واحد فاصلة ستة وخمسون سوف أملأ هذا الفراغ بصفر صفر نقل ستة لا يمكن أضعوا الاحتفاظة وأنزلوا هنا عشرة نقل ستة أربعة ستة نقل ستة صفر لأنصق هذه الفاصلة سبعة نقص ثلاثة أربعة ستة نقص أربعة اثنان ثلاثة نقص واحد اثنان وثلاثة نقص لشيء ثلاثة كنت أكد من أن العملية صحيحة نقص بشكل ذهني بالطبع أربعة زائد ستة عشرة فعلا عشرة صفر زائد ستة ستة أربعة زائد ثلاثة سبعة اثنان زائد أربعة ستة اثنان زائد واحد ثلاثة وثلاثة زائد لا شيء ثلاثة إذن عمليتنا صحيحة ضرب عددين عشريين نجزه بالشكل العادي كأن الأعداد أعداد صحيحة وفي النهاية نضبط وضع الفاصلة في الجداء في البداية نضرب ثلاثة في الأرقام الموجودة في الأعلى ثلاثة في ثلاثة تسعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرون ثلاثة في ثماني أربعة وعشرون واثناني ستة وعشرون ثلاثة في خمسة خمسة عشر واثناني سبعة عشر نعود للسطر ونضرب الأرقام الموجودة في الأعلى في سبعة سبعة في ثلاثة واحد وعشرون سبعة في سبعة تسعة وأربعون واثنان واحد وخمسون 7 في 8 56 و 5 61 7 في 5 35 و 36 و 41 أجمع 9 2 7 8 2 4 نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة في العاملين الأول والثاني إذن رقم رقمين 3 3 أرقام 1 2 3 أضع الفاصلة هنا نمر للسؤال الموالي السؤال الثاني أكتب بالحروف أو الأرقام لدينا هنا العدد يتكون من الفصل الأول الثاني الثالث والرابع إذن الوحدات البسيطة الآلاف الملايين والملايين إذن ثلاثة في الملايين أقول ثلاثة ملايين و 504 ملايين ثم 106 في فصل آلاف وأخيرا 900 الوحدات البسيطة العدد الثاني 53 مليار إذن هذا فصل و 29 مليون و 107 إذن هذه وحدات بسيطة هذه ملايين وهذه ملايين لم يذكروا الآلاف لكننا سنضع مكانها أصفارا إذن لم نصل للملايين إلا بعد وجود فصل الوحدات البسيطة ثم فصل الآلاف ثم فصل الملايين ثم فصل الملايين هذا الفصل الأول الثاني الثالث والرابع 53 مليار أكتبوا 53 في الملايين و 29 مليون الملايين أضعوا 29 ليست عندي مئة مئة وتسعة وعشرون بل تسعة وعشرون فقط إذن سأضعوا هنا صفرا و 107 107 في الوحدات البسيطة أكتبوا هنا 107 لم يدكوروا الألف سأضعوا فيها أصفرا سوف أزيلوا هذه النقطة التي تمتيلوا مئة الملايين لم أستعملها الآن كتاب حرفية بالفرنسية 3 مليار ستون كلاس 7 مليون كلاس دي مليون 600 ميل كلاس دي ملي 83 كلاس دي unité simple unité simple 3 مليار أول مليار سأضعوا فيه كلاس دي مليار سأضعوا شيئتين دي مليار أموقع وتمسixíني 7 مليار هذا المهم pure سيء من عقbaar ان تمسلي كلاسي كلاسي ربما ستسبح BY Então الكتاب سيء من الجistance 83 pozw الثالث عدد السعين هذا العدد وحدات البسيطة البحر البحر 밋غ ت غالェ خطة عداد خطة خطة х الخطة وتزه خطة خطة والبحر وملايين وملايين الشعار الملايا منزلة العدد اثنان او نقوله رتبة العدد اثنان يعني اين يوجد اثنان في جدول العد نبحث هنا ليس في الوحدة البسيطة ليس في الالف بل في الملايين وبالضبط في مئات الملايين اذا نقوله مئات الملايين نبحث عن منزلة خمسة خمسة توجد هنا اذا في عشرات الالف عدد عشرات الملايين لاجد عدد عشرات الملايين نبحث عن رقم عشرات ملايين و سبعة اثنان سبعة واحد نبحث عن عدد الملايير عدد الملايير يعني الملايير بأكملها يعني انطلاقا من وحدة الملايير من هنا يعني سبعة سعاشة هنا شخطة مع عدد الملايير وصلة على اليمن وصلة على اليمن وصلة على اليسة La classe des millions ،иллиar et euro unité simple. Alors 11 milliards est inférieur à 12 milliards. Ici des ingin κα得 입니다. 9 Alors je compare à partir du premier chiffre à gauche 8 8 Je passe 9 9 Je passe 4 4 Alors j'ai une égalité dans la classe des millions 0 0 0 0 Les unités des milliers Dans les unités des milliers il y a une différence 0 1 C'est inférieur 3 3 2 8 3 3 2 C'est 8 Je compare à partir de ce chiffre 4 5 4 4 Est inférieur à 5 La cinquième question Un problème Au cours d'une élection Il y a eu 49 357 votants Sur 55 381 inscrits Combien de personnes n'ont pas voté ? 5 5 5 5 9381 صوت فقط جزء منهم 49357 هذا الفراغ يعني الفرق بين هذين العددين هذا الفراغ يعني الأشخاص الذين لم يصوتوا وهو ما نبحث عنه إذن ما نبحث عنه هو الفرق بين هذين العددين وكلمة فرق تعني نتيجة عملية الطرح 1 ناقص 7 لا يمكن 11 ناقص 7 4 8 ناقص 6 2 3 ناقص 3 0 5 ناقص 9 لا يمكن نضع احتفاظه وننزله 15 ناقص 9 6 5 ناقص 5 0 إذن هذا العدد يعني هذا صفر زائد هذا العدد هو عدد الأشخاص الذين لم يصوتوا هم مسجلون ولكن لم يصوتوا نأخوضوا العدد الإجمالي يعني الأشخاص المسجلين ونطرحوا منه العدد الأشخاص الذين لم يصوتوا يساوي 6 7000 و 24 6 024 personnes qui n'ont pas voté la deuxième partie du problème le premier candidat a obtenu 24 658 voix le deuxième a obtenu 22 971 voix combien y a-t-il eu de personnes qui ont voté blanc ou nul c'est-à-dire pour aucun candidat المرشح والأول حصل على هذا العدد من الأشخاص يعني هذا العدد الأول هو أشخاص المرشح الأول والعدد الثاني أصوات المرشح الثاني هذه الأصوات إذا جمعت هي مجموع الأصوات المقبولة لكن عدد المصوتين هو أكبر من مجموع هذين العددين 49 357 هذا هو عدد كل من صوت إذا أخذنا عدد المصوتين سوف يكون هو هذا المجموع سوف نجمع هذين العددين ونجد عددا أقل سوف نجرب 9 12 نحطفل 6 7 4 انظر 47 ألف أصغر من 49 ألف هذا الفرق هو ما نبحث عنه أيضا عملية طرح هذا الفرق ما هو هذا الفرق هو هم أشخاص صوتوا لكن تصويتهم لم يقبل صوتوا بورقة بيضاء بلون اونيل إذن هذا ما نبحث عنه الفرق بين هذين العددين هذا السؤال ينجز على مرحلتين المرحلة الأولى هي مجموع أصوات المرشح الأول والمرشح الثاني وجدنا 47 ألفا و 629 شخصا والمرحلة الثانية هي أن نأخذ هذا العدد الكبير يعني كل من صوت نطرح منه هذا المجموع عملية طرح 7 ناقص 9 لا يمكن نحتفظ وأنزله 17 ناقص 9 8 5 ناقص 3 2 3 أصغر من 6 أحتفظ 13 ناقص 6 7 9 ناقص 8 1 4 ناقص 4 0 إذن الفرق هو 1728 شخصا يمكن أن ننجز هتين العمليتين لدفعة واحدة يعني العدد الإجمالي للمصوتين يعني هذا العدد سوف أطرح منه هذا العدد الذي هو على شكل مجموع سوف أطرح منه مجموعة هذين العددين سوف أبدأ بالجمع أولا لكن أكتبه هنا وفي البداية أكتبه الحد الأول في عملية الصرح وأخيرا عملية الصرح سعطينا 1728 شخصا إذن هذه العملية لوحدها تكافئ هتين العمليتين معا والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا الجزء من هذا الفرد الجزء الأول كان عبارة عن أنشطة عددية ختمناها بهذه المسألة في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نتطرق للأنشطة الهندسية وأنشطة القياس أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء سوف نتطرق للأنشطة الهندسية سوف نتطرق للأنشطة الهندسية سوف نتطرق للأنشطة الهندسية